اتقلت ميليشيات الحوثي العشرات من انصر الرئيس المخلوع لابدالل صالح خلال مغادرتهم ميدان السبعين في صنعه فيما قتل قيادي حوثي في اشتباكات بين الجانبين وقالت مصادر اعلامية ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في ميدان السبعين حيث قامت الميليشيات بالاعتداء على الصحفيين الموالين للمخلوع فضلا عن مصادرة كاميرات التصوير وقطع بث القناة التابعة له من ميدان السبعين واكدت المصادر ان المخلوع ظهر مرتبكا متوترا خلال خطابه الذي يلقاه من خلف قفص زجاجي واق من الرصاص ولم يتطرق في كلمته لأي من القضايا التي توقع انصاره ان يثيرها